موسيقى انا كان نفسي ان انا اعمل فرح مغربي بتقاليد مغربية وفي نفس الوقت اعمل فرح مصري بتقاليد مصرية بحيث ان ايه مريم تجرب الفرح المصري وانا اجرب تجربة الفرح المغربي لاني التقاليدي اللي اتنين مختلفة اكيد طبعا شونا اسكندرية عشبتني بزاف عاملة في حالة انجاب حالة انجاب ساحلية وهادك في حالة انجاب مرحبا انا اسمي محمود الجاني انا من مصر تحديدا من محافظة المينيا انا اسمي مريم تحديدا من شمال المغرب من طانجا ايه ده واو عجبتك برو ماكس 12 ياس مبروك عليك يا حبيبي استني 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 هتجبت فلوس التليفون ده من ايه من هنا من الكارت بتاعي جبتلك هدية وانا عملت شوفينك عشان العيد كل سنة وانت طيب كل يوم صدمة اتركلك نايا انت جاء من مغرب عشان هتفتح المغنى هنا والله اللي انا نزلالها فيه 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 امه اشعف قال ايه هتفتح دماغ الواد والله اللي انا نزلالها خلاص 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 يا اما اشعفك خلاص اطلع انت جاء من نخر الدنيا عشان خطح تفتح المغنى هناك قال ايه انت سلابي مكعرفو شي ساي ربي هي ده عشورة اللي انت اصدق عليها بليلة ايه لا طبعا النهار ده عيد للكبير وللصغير العيالة الصغيرة بترفرح وتلبس وتحطوا كحلة والناس الكبيرة تروح عنده بعضها ويتبادلوا الهدايا فيه صلة ترحم اليوم ده كل ده بتعملوه في عشورة امه في العيد الكبير بتعملو ايه سؤال بعد اذنك انت هتخرج مع مين من صحابك هو انا عندي صاحب غيره مفيش غير هو محمود ايه من عشر ده بس لا حوله ولا قوة الا بالله في ايه محمود صاحبي واحدة ست خبطته بعربية سودة ولا بصحمك وعلى فكرة ده مش احمر دنبيتي ايه يا بنت حصريا دي اه حصريا اه كنت موجودة على سور المعجازين ولقيت انا بصور كم سورة هناك فمارين برضو كانت برضو بتصور هناك فدخلت عليها بس الا بقولها وحضرتك مغربية فكرتها اجنبية يعني زي في حالي عجبني استيلاتها في وهي بتاخد الكادرات فحسيت انها فهمة شوية فقولت لها انا جاي بصور التصوير اه تصوير الفوتوغرافي اه فسألتها انا جاي بصور هنا اماكن ولو في اماكن ممكن ان انت تقترح علي بها ان انا ممكن ان انا روح او كده فقالتلي اه واخها يعني مرحبا بك بصراحة رحبت بها كتير جدا بس فتبدلنا التواصل وبدأت ان انا كنت اتواصل معها تمام بحيس ان هي اتعرفني اماكن وبعت لها صور وتبحت لي صور يعني اقول لها ايه رايك في الصور دي بدأنا ان نحس ان الميول بتاعتنا او الافكار بتاعتنا متقاربة شوية بدينا كنهضروا مع بعثي اتنوى مش بحالوا الامارات هنا هنا في المغرب ديس كان صيفتلو كان عملش يتصاور كان صيفتلو هو نفس الوضع بشو الامارات بدأ كيصيفتلو المنادير اللي سماوا كي يعتهم لي صافي وطورت العلاقة انا اتخناتي من عادة البيت امي قلبي البس وطلع مع اصحابك بصراحة اكتر حاجة عجبتني في مريم ان هي عفوية جدا بتتعمل على طبيعتها ما بتتصنعش ما بتحاولش ان هي تزوق تجمل الكلام انا ما بحبتش التصنع انا برضو نفس النظام انا عفوية على طبيعتي بتعمل بكل طبيعتي باسلوبي كده فمريم حسيت ان هي فيها حاجة من انا اخرت جدا في اختيار الزوجة بصراحة لغاية ما جات مريم قدامي وبدأنا ان احنا نتواصل مع بعضنا وبدأت تظهر فيها حاجات لا هي دي الحاجات اللي انا عاوزها راكز راكز هو كيبلك لا مشيتين طريق ديال لها بلك اجبرو هبيل لا مشيت طريق ديال التركيز كي تحمل مسئولية بززاف يعني انا مسئولية كاملة عليها فهمت انا ما كافكرت اشي حاجة ولا كده هو كوشك يخطط لهوا انا مرتاحة بلايدك كنت معببشي زعان محمود نرسل نظام انا اتكلمتها اقولت له انا جاي المغرب تاني وبتاعه اجاي عشان خطر اتعرف على اهلك وكده وبتاع قلت له مرحبا بك ورحبت واهلها رحبوا وجيت واعدت معهم وتكلمت معهم لديهم ناس طيبين وفحلنا يعني شبهنا يعني فعلتي انا ناس طيبة ناس بسيطة ناس عادية الحمد لله مفيش عندهم اي تكلف في الامر في النفس النزلة انا هكلم ابوك ايه انت مجنون اه هو كده خلص من غير اي مقدمات انا نتكلمت معهم ويباجعوهم عائلتي وكل شيء كوهما عاقت حياتك حسين انا لتكربط ويباجعوش تغرف فانتنا اشوف ما يناسبك انا دائما في عائلتي القرار الاول اخر البحث اللازم اول تدخل فيه تواعي تغشيك اضغطوش او للا لا تغشيك فلان او للا انا تتكبر حرار العائلة كنت تحملوا لكنهم كيبقوا تخوف عليك وأنك ماشيين ولكن من يشافوا محمود وجاو يعني جلس معهم وهذا كصافي ترتاحوا له ودعوا بالتيسر بالنسبة لأهلي لما جيت عرضت عليهم فكرة أن أنا أتجوز مغربية هو من البداية أصلا أهلي فقدوا فيها الأمل من موضوع أن أنا أتجوز يعني كل ما بنزل أجازة بنزل بتبقى في 15-16 عروسة جاهزين ما أحترام اليوم كلهم بس أنا اللي صعب يعني هما المشكلة مش فيهم كاملين مش فيهم خالص أنا اللي صعب أنا اللي كان عندي شروط صعبة جدا في موضوع الجواز فخلاص لما جيت أنا قلت لهم أنا هتجوز مغربية قال لي تجوز اللي تتجوزه بس تتجوز أول أول كلمة حماية قال هالي قال لي شاب شارب عقله على اختلاف الفيديوهات خالص دي أول كلمة أول رأي قاله فيها أول ما طلبت مريم منه قال لي مبروك وعندي شارط واحد بس تجيبها لنا نشوفها كل سنة الفكرة كلها ان انت هتاخد قطعة مني فقال لي انت هتاخد قطعة مني فهتكلم معك فيه أنا ما عندناش احنا الكلام ده كله أغلى من ان يكون الانسان يصون بنتي ويرعاها واللي اتكلمت عليك فيه لقينا فعلا انت فيه مش ما بتتصنعش او ان انت مثلا بطلع بشخصية مختلفة او كلام ده لا هو نفس الطبع كنت صريح معهم من البداية في كل حاجة فوق العمرية هو خصوية وركب العمرية نفسي يا الله انا كنت حاجز واحدة لها وليها عمرية بس مركبناش العمرية للأسف والله كنا معاربنين كل شي كوشي مجهز هنايا كنا وعملين التذكر ديال الصفر من من طنجان ماصر من ماصر الامارات بس باقي ان احنا نركب الطيار تمام جينا الفرح طبعا كان في شهر اربعة الدنيا قفلت في شهر ثلاثة ما عملناش فرح للأسف ماريا ما لبسيتش الفستان الابيض لغاية دلوقتي حصل لها برضو يعني اتضيقت وانا اتضيقت ودخلنا في نوبت نوبت تعب شوية اه شوية بسبب ان فرحنا تكنسل وكل حاجة تكنسلت وكل اللي احنا ورغم كده تحدينا تمام تحدينا كل الصعب دي كلها وحاولت ان انا صبرها وهي هتصبرني ونكمل مع بعضين اقولت لها مش مشكلة يعني ما خدناهاش سلبية لا خلاص ربنا مش رايت لا ما قلناش الكلام ده قلنا لا خلاص تقاضينا وشدت بادرها وهي شدت بادري وكملنا وقلت لها خلاص مش مشكلة انا هنزل بس بحيس ان انا اخذك ونعمل حتى حفلة صغيرة في البيت وبعد كده نرجع ولغاية لما ربنا يفرجها بقى انا جاف عشر ايام اصلا دي جعل ورق دي اللي مجاهزهم هو مجاهزهم جاف عشر ايام ضربنا الصدق عملنا حفلة احنا يا بحديتنا وبعد تعائلتي ما كانوش تواحد عارف ان اني مشيت تشافوني فجأة في الامارات فقاش مشيتي قلت لهم يعني حتش تجامعات كانت بمنوعة ما قدرش نقول التواحد اسرة اللي في الدار اللي قلت لها ليه كانت يعني موجودة انانا اكن نفسي ان انا اعمل فرح مغربي بتقاليد مغربية وفي نفس الوقت اعمل فرح مصري بتقاليد مصرية بich性 ان ايه مريم تجرب الفرح المصري وانا اجرب تجربة الفرح المغربي لان الوتنين مختلفة اكيد طبعا واكيد هي هتكون عايز اتجرب وانا اعجب اجرب بس لاسف مجردناش اي حاجة نعملنا الخطوبة يعني في العيد كميكانO خطب نعملنا الخطوبة بطار كبير ازعمل لبسناه هادك ولكن في حال العرس يعني العرس من قيت وزيت ما ان شاء الله بذناله في السبوع حصريا ان شاء الله قناة تنجا هنعمل في السبوع سبوع كبير جدا بإذن الله هتلح العمرية وقف سبوع هتلح هتلح أنا هو بالظبط كده فاقولهم أنا هو العمرية اللي كدبسي فيها أنا ركبتها اول فيديو اللي هو كان بتاع توتي خطبتي حبيبتي بحبك أنا من زمان اه كان اول فيديو يكون موجود في التك توك اول فيديو تحت خالص ده كان اول فيديو نعملنا الفيديو انا عملتو نوهية تلاحزين تحلي نعمله كده بشكل لذيذ ومختلف وكده بدأنا نحط الكاميرا اه مش هنوه في الدم الكاميرا زي كل الناس اه اه عملناك تمثيل تمام على البتاع ده على طول طلعت على طول لبست هي لقيتها لبست لبس الشخصية على طول اه أنا بقولها يلت 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 لبست الشخصية وانا لبست اه على طول على طول رح نعملنا الفيديو عادنا نصور فيه تقريبا حوالي شي ثلاثة اربع ساعات وبعتنا اللينك اللينكات لاهلنا تمام وبعد كده عادي ونزلنا ما كانش حد يعرفنا اصلا ودخلنا اليوم خلص وبتعاوني منها مريم لقيتها الصبح بتصحيني بتقول لي محمود محمود قوم والله اخير فيه بنتي قلت لي بوسي شوف الفيديو بصيت الفيديو لقيت الفيديو تقريبا جايب خمسة وعشرين الف لا ما كانش تريند او بس كان خمسة وعشرين اعنا بالنسبة لنا خمسة خمس انفار والفيديو جيب خمسة وعشرين الف اه فدي حاجة كان غريبا والناس عملها بتقول كملوا يلا جمال لزاز مع بعض والكلام ده كله اه كان عندي تقريبا جالنا تقريبا الف متابع من الفيديو ده بس اه قلت لها ايه رأيك في الموضوع ده بس قلت لما تجي نعمل فيديو تاني ايه يلا عملنا الفيديو التاني وارضو لو بتاع عمر وسلمة حالوة النفضة دي حالوة انت بتضحك تو بتطلقني يا عمر يلا بيت تجري من هنا سدتي نفسي جاتك القرف طيب والله العظيم ما انا واكل هاتي دي اه برضو لقينا برضو تفاعل بوم الفيديو ضرب الناس بدأت لسه محدش اعرف ده مصري وانا مغربية ولا اي حاجة تمام اه بدأنا عملنا فيديو في التاني في التالي اه عملنا فيديو بتاع فيروز اه فيروز وانور واجدي برضو عجب الناس وضلع ضرب جاب تقريبا مليون شوية اه حسنا ان ايه اه اه ان انا خفافة على قلوب الناس وبما انه بكرة عيد الحب طبعا التلاكيك هتبتدي ماريا ايوة جاية فين الشربات مش لقى ولا شرف في البيت نفسي مرة لقى شرف في مكانه ده حاجة بهتتعرف الشربات جاهزة مطوية يا حبيبي ياه الحزام ايه الحزام ايه الحزام يا هانم مش مليون مرة قلت البنطلون لازم يكون لك فيه الحزام بتاعه الحزام جاهز وكنت بزينه لك يا حبيبي ياه سلام سكر سكر فين مش مفوض السكر موجود جنب الشاي ده ايش ايش ابقى التعرف احلى سكر للسكر فايا صبري جاهز لي خاتم حطولي في علبة قطيفة حمر معرفتش يا صبري معرفتش بالنسبة للمغربة اللي كيقولولي انا مفتخراش بلاهجة ديالي او بمغاربيتي انا كان هدر بالمصري حيث المصري كيفهموا المغربي وكيفهموا الاجنبي كيفهموا اي واحد يعني العراق والسعودية في الامارات في لبنان كيفهموا المصري ولكن حسرا المغربي اللي اخدرت به خيفهموني غير المغربة صحة وراحة بن حبابك في المغرب الله يخليك بس ايه ده تفطر مغربي يا حبيبي مغربي ايه فين الفول فول احنا ما عندناش فول لب احنا ايه في المغرب اغطفطر فطور ديالنا ديالنا ايه بس هو ايه اللي اصلا له قدامي ده هده السلو يعني السلو ده بيتكل اه طبعا انا دمزي ومزيب وفيه فوائد كتيرة لا 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 انا عايز فول ما يعني نجيب لك فول سكوتي مش انا اعمل حسابي انا اصلا مرة فاتت جيت وما لقيتش فول عندكو فانا عملت حسابي وقبت فول اه واعدي ما اجيب الفول معا خد عمليلي فول لا نوضع من فول راسك انا انا افترات الشي اه طبعا انا هو ما اعمله خليك انت افتري كروسون كروسون اهير فول انا باكل كل حاجة انا باكل كل حاجة الاخضر واليابس انا عمرو ما قال على الماكلة مش يمزيونة او لا تحطط له شي حاجة وعمل هيدا بسم الله ليه كروسون اقول بسم الله اه الباستيلة باستيلة 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 الدجاج بصراحة انا اتجننت بيها حبيت التناغم ما بين الحلو والحادق والسكر عليها من فوق والمن جوة اه واللوس اه بتطبخة مزيانة ما يشاء الله عليها حريرة اه طبعا الحريرة في رمضان الحريرة طبعا جميلة بالنسبة لي في رمضان يعني كده كفتح شاهية اه بنفتح بشاهية لكن لازم ندبها بعد كده في الثقافة المغربية اه هو الطبق واحد يأكل فيه كل تمام صنف واحد تمام لكن في الاكل الماكلة المصري ان احنا ممكن نطبخ ملوخية ونطبخ رز ونطبخ فاصولية ونطبخ طاجن لحمة في الفرد ونطبخ مثلا صينية مكرونة بشامل كل دفطار في رمضان صينية مكرونة بشامل وممكن مثلا نحط معهم لو فيه مثلا صينية ورق عنب تمام اه محاشي اه كل ده كل ده بكون بالنسبة لنا فطرليل احنا محب نتنطط على الاتباك انا مشيت للماصر مشيت للقاهرة مشيت للسكنديرية مشيت لعندهم الصاعد كي كي يجب لله الصاعد انهما ناس مقفولين فهمتي ودي كعنا جبار عين ناس لابسين العبايات ولابسين جلال مقفل لي بلا مقفل لي من هنا وفضة احنا ناقف طارنا كي مشيت جبار ناس العاديين في حال طانجة نفس النظام عجبتني مني بزف مدينة نقية مدينة نزديالة مزينة بزف مشيت نفس الوقت اه هديها واش زحمة القاهرة القاهرة شوية الحاس ولكن تايا القاهرة الناس ديالة طبوعيين وكننا قنضرهم هنا نحن مكاشي عنا الوقت بشينا في عشر ايام كنا دوزناي عشر ايام في مصر بشينا سكنديرية عجبتني بزف عملة في حال طانجة حال طانجة ساحلية وهادك في حال طانجة ضبط فاقلس فيها شوية عجبتني ورضو المزارات السلاحية اه مشينا الاهرامات ومشينا الالقلعات تتخضت لما شفت شكل الهراء كي يشبل الله صغارين والله كي يشبل الله صغارين فتصور وفي الفيديوهات كي يبنون هراء صغيرة ممشيت وبسط للبنيان اللاخ رديالو ما كيبنش عز الحجرك طويلة علي لا والله الفكرة من الفيديوهات بتاعتنا ان الفيديوهات بتاعتنا كانت هي للتسلية فقط انا مفيش عندي اي دخل من الفيديوهات بتاعتي اللي احنا بنعملها احنا بس مبسوطين بالناس ومبسوطين بمحبة الناس ودي حاجة بتخلينا نطير من الفرحة لما نتفرج على كومنتات الجمهور وتفاعل الجمهور معانا لكن هي الفكرة كلها انا اصلا موظف في مؤسسة مالية في الامارات تمام بانك تمام ده دخلي الاساسي وده شغل الرئيسي يمكن احنا ما بنعملش فيديوهات كتير عشان خاطر اه بالضبط غير في الويك اند عشان خاطر انا عندي وظيفتي الخاصة بتاعتي هي المفروض المدخول الاساسي بتاعي لكن الفيديوهات بتاعتنا مش الهدف منها كان الربح خالص نهائي بصراحة انا مكناش متوقعين ان احنا في عندنا جمهور كبير جدا من المغرب بنا نمشي في الشارع في شوارع طنجة في شوارع مراكش في كازا في الاماكن نزورناها كلها بنلاقي ناس المميز في الجمهور دي انه مصغير تال كبير الاطفال صغيرة ثم مديل تيك توك ناس كبارين شابب بنات نسا كبارين يعني كل شي الجمهور استقطب من كل شي الفيديوهاتنا الحمدلله بتدخل لكل فئات المجتمع بتصلح لكل فئات المجتمع ااا مش بعيد ما عنديش مشكلة ما عنديش مشكلة استقري في اي مكان ممكن استقري في المغرب ممكن استقري في مصر أنا حالياㅠ في الإمارات كنت بفكر مع مريم ان احنا نحاول ان احنا ممكن ناخد لنا حاجة هنا في المغرب لان طبعا احنا عمرنا مهننقطع من المغرب المغرب كده كده بقت بالدي التانية وبقت ومسقط رأس زوجاتي فكده كده طول عمرنا هنبقى رايحين جايين على المغرب عمرنا ما انقطع منها انا بحب المغرب جدا فهنفضل طول عمرنا عاديم في المغرب فممكن مستقبلا لو جات الفرصة ان انا ممكن استقر في المغرب ما عنديش مشكلة وفي نهاية اللقاء بصراحة احنا انبسطنا مع قناة تنجاوي مع الاستاذة الصحفية الكبيرة انصاف اللي عملت معنا الروبرتاج وبنتمنى لكم رمضانكم كريم ومبارك وعوشركم مبروكة ديبي المغربي والله هاتكم صحة تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد